بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كثير من الأخو الأخوات يبعثون إلينا برسائل حول قضية بأن لدي جن عاشق وبأني ممسوس من الجن والشياطين وبأن لدي تابعة وتابع من الجن إذا أردت أن لا يصل إليك من الجن والشياطين سوء أبدا ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن ترجع إلى أهل بيت النبوة ورد في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه في الجزء الثاني والتسعين الصفحة ثلاثمية واثنى عشر قال النبي صلى الله عليه وآله من خاف مما في الأرض جانا أو شيطانا فليقل حين يدخله الروع فلان يعلم لا سمح الله بأن لديه نوع من الجن نوع من الشياطين قد مسوه بسوء ماذا عليك أن يفعل؟ يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله يا الله الإله الأكبر القاهر بقدرته جميع عباده والمطاع لعظمته عند كل خليقته والممضى مشيته لسابق قدره أنت تكلأ ما خلقت بالليل والنهار ولا يمتنع من أردت به سوءا بشيء دونك من ذلك السوء ولا يحول أحد دونك بين أحد وما تريد به من الخير كل ما يرى ولا يرى في قفضتك وجعلت قبائل الجن والشياطين يروننا ولا نراهم وأنا لكيدهم خائف فآمني من شرهم وبأسهم بحق سلطانك العزيز يا عزيز فقال النبي صلى الله عليه وآله فإنه إذا قال ذلك لم يصل إليه من الجن والشياطين سوء أبدا أبدا أي بمعنى طوال حياتك تقرأ هذا الدعاء بشكل يومي وأنت كذلك إذا كنتما تشعران بأن لديكما مس من الشيطان مس من قبل الجن تابع أو تابعة عاشق من الجن من الشياطين بهذه الصورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم هذه الأمور إن شاء الله تعالى بحصن محمد وآل محمد أما الأخوة والأخوات الذين يسألون دوما عن أرقام هواتفنا الخاصة لقناتنا لتفسير الرؤى والأحلام فهما رقمان لا ثالث لهما الأثير 0786-717-82-55 أما رقم الأسيا 077-600-266-73 هذه الخدمة فقط لرسائل الواتساب الصوتية والكتابية وليس للاتصال أنوه دائما بأن الأخوة والأخوات الذين يمتلكون حسابات على جميع التطبيقات في السوشال ميديا لا أبرئ الذمة إطلاقا بأن يأخذوا منها شيئا وينشروه في قنواتهم لأننا وقعنا في مشكلات كثيرة فقط أبرئ الذمة للذين يأخذون هذا المقطع لإرساله لصديق لعائلة لإخوته بهذه الصورة أما وضعه في الحسابات فهذا ما لا أبرئ عليه الذمة برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام